ازايكو حبيبي عاملين ايه وبناء على طلبكو حبي تنزلكم ملخص سريع لأحداث الحلقة السابعة من مسلسل الاقتحام واللي بتبدأ بزهراء وعمات كانوا موجودين في البنك وكان عباس معه مسدس وكان محاطط المسدس فوشهم مكانوش عارفين يعمل ايه وقال له نزل المسدس احسن لك احنا اتنين وانت واحد لكنه كان مصر وصرمت كان دايما بيشجعه لكن بيدخل حسين وبياخد المسدس من عباس من وراء وبينقص زهراء وعمات وزهراء بتزعع فيه بتقول له ايه اللي انت بتعمله ده بينما بعد كده بتنهار زهراء كليا بيتصل بيها الزابط سلام علشان خاطر يتصل بيها علشان يتطمن عليها كانت منهارة تماما فضلت تبكي وتعايت وتقول ان هي فعلا تعبانة ومش قادرة تواصل لحد كده بتقول اقتح معالينا البنك وخدونا ومعموتونا وخلاص انا خلاص داعبتي خالص كانت منهارة وخايفة فضل يطمنها قارت له انا كمان بعدتك عن عيلتك وولادك ومرادك انا مش متجوز ولو متجوز اكيد كنت عطلق بسببك لاني انا مبتصل بك كتير جدا ما تلاقيش من ناحية دي انا مش متجوز قارت له خلاص كده كده اصلا كنت ممكن تقول لها انك انت بتتكلم مع ارهابية رده قال انت مش ارهابية ولا حاجة والحب مايفرقش بين ارهابي وبين اي حد تاني في تلميح منه ان هو فعلا بيحبها وهي كانت ممسوطة جدا بمكلمته وانها ارتحت كتير بعد ما اتكلمت مع وقارت لو انا بشكرك جدا لان نفسيتي فعلا ارتحت من كلامك الجميل ده بنعم الله بعد كده الصحافة بتتكلم مع اللواء بيقول طبعا ان احنا مساترنا على الوضع وكل حاجة وكمان بيقول ان زهراء ارهابية لان فيه متفجرات وفيه حزم ناسف وفيه اسلحة وفيه رهايني بقى دي برضو ارهابية وانا بعتبرها ارهابية بينما ست الحامل صمر بتكون تعبانة جدا وبتفضل تبكي وبتقول ان بطنة بتوجعها وحاسة ان ممكن يحصل للطفل حاجة بتحاول زهراء ان هي تهديها لكن من الله بعد كده عباس بيفضل بصص على النور فا بتتدايق منه وبتقوم وبتروح ناحية البنات وبيهدوا صمر اللي كانت منهارة وبتبكي وكمان موجوعة وخايفة جدا على طفلها بينما منلاقي بعد كده عماد بيروح وبيتكلم معه عباس وبيقول لقلتلك انت مش قدي قالوا يولا حسين العبيد ده ما كانتش حصل كده على فكرة عزا اقولك على حاجة الكبير بتاعنا هو اللي امر واحنا خططنا واللنافذ هو حسين حسين هو اللي حطلك الرشوة هو السبب في كل اللي انت فيه كان مصدوم طبعا عماد وراح مسجوا بالشكل ده وزعق فيه قالوا انت ليه بتعمل كده انا كنت معتبرك زي ابني قالوا غصبة عني كان لازم اعمل كده علشان خطر اتجاوز نور انا كنت بحبه ومعنديش اي فلوس ولا عندي اي حاجة وعدون ان هم يرقوني ويديني فلوس انا ياسف انت فعلا ساعدتني وافتي جنبي انا لغلطان انا فعلا غصبة عني عملت كده كانت مواجهة قوية جدا بينه وبين نور اللي قالت له ان هي مش عايزة تشوفه اشو تاني وزهرقة كانت مبسوطة جدا ببراية ابوها وقالت له ليه عملت كده انت دمرت علتنا قال انه هو عمل كده عشان خطر بيحب النور وعشان يكون عيلا قالت له انت كمان دمرت علتنا بينما منلاقي بعد كده ان لسه البحث بيتم في موضوع الكاميرات اللي مش موجودة دي بينما زهرقة بتكون فخورة بابوها ابوها بيقول انه هو مبسوط جدا انه هي بس عرفت انه هو مظلوم قالت انه هي طبعا تعرفين زمان انه هو مظلوم واخدته في حضنها وفضل التعيط بينما نور بتقول لحسين ان هي مش عايزة تشوفه اشو تاني وان بعد ما نخرج من هنا لو خرجنا خلاص ملناش علاق ببعض اما جمعة وهو سبع خلاص قرروا انه هما يخطفوا منت زهرقة علشان يضغطوا عليها وبينفزوا تعالوا شوف ايلي ممكن يحصل بيجي اتصال من زهرقة من نغم المتة تخربطت وكانت تعبانا شوية اخدوها على الدكتورة علشان خاطر يكشفوا عليها كانت زهرقة خايفة جدا طبعا عليها لكن نغم طمنتها قلت لها ان شاء الله الامور هتكون كويسة ما تلاقش مهما ما بأخدوها وراحوا دواتي على المستشفى لكن هما رجعين من المستشفى بيروح ابو سبع وبيخطف البنت تحت تهديد السلاح وبيروح بيها على طول والستة طبعا ام نغم بتعايت والاب كمان بيصرخ وطبعا اخذوا البنت ومشوا اول حاجة عملوها انهما كلموا زهرقة زهرقة لقيت رقم غريب وردت طبعا بيقول لها ان بنتك معانا ما بتلاقيش على حاجة لكن لازم في ظرف ساعتين تكوني خارجة من البنك احسن لك بدل ما نعمل حاجة ببنتك ساعتها بتقول لهم انتم مي لكن قافل في وشة السكة قالت الابونا عايزة اطلع من هنا دلوقتي حالا نوسع لي قال لها تطلعي تروحي فين اهدي اصبري ايه اللي حصل قالت ان بنتها مش موجودة وان في حد خطفها هي منهارة مش قادرة تعمل اي حاجة وبتتهم كمان الزباط ان هم خطفوها علشان كده رحت بتكرمت معا الزبط وقالت له ليه عملت كده انا كان ممكن تعمل اي حاجة الا بنتي بنتي لقى قال لها ان ما خطفناش حد ايه دي علشان نفهمك قالت له ان عايزة اطلع من هنا اي حاجة بس عايزة بنتي فلت تبكي وتعايت وجرت منهارة تماما فلت تفتكر بنتها وملامح بنتها قد ايه ان هي مشتقة لها لكن للأسف مش قادرة توصل لها وخايفة عليها ومرعوبة منها بيبدأ التحقيقات مع ابو نغم وام نغم مين اللي خطف البنت مين اللي طالع عليكم بيبدله بالمعلومات عباس بيكون عايز يروح الحمام عايز يفق ايده عماد مرضاش ابدا وقال له ادخل الحمام وانا واقف لك برا لكن كان معا تليفون فقدل يكتب لي جمعة رسائل لكن كان في صوت في الرسائل عشان كده عماد فهم ان هو معا تليفون واخده منه على طول بعد ما خرج من الحمام وفي الرسائل موجود فيها بعض الكلام عن الملفات وحاجات كده وأوراق فقال له ايه الأوراق دي وانا الملفات دي انت قول حسين كانت كأنه عارف كل حاجة لكن ساكت بالشكل ده واصر عماد ان هو يعرف ايه هي الأوراق وايه هي الملفات اللي بيتكلموا عنها دي علشان كده راح معاهم في المكان اللي في الملفات وطلعوا الملفات والأوراق المهمة من الخزنة وراح علشان يراها ويشوف في ايه بالزبط والأوراق دي ليه أو يخايفين عليها كده وبيكتبوا عنها أما بالنسبة للزبط فوصلوا لتفريغي الكاميرات وشافوا أبو سبع وهو بيختف زينب من قدام البيت بتاع أبو نغم بينما هنا منلاقي النعماد بيقرأ كل الحاجات بيلاقي فضايح بيلاقي فساد بيلاقي يعني حاجات كتير أخدوها وعملات ورشاوي وبلاوي سوداء طبعا كان مصدوم بسبب كل اللي بيحصل ده وقعد زهراء وقال لها شوفي بياخدوا فلوس لناس ميتين مع عشات ورواتب وبياخدوها طبعا في عبهم واخدين أراضي بيعينها نفسهم بتاعت كمان الدولة عاملين بلاوي ومصايب الأوراق دي فيها بلاوي كتير جدا هنا منلاقي أن زهراء بتكلم مع الزبط وبيقول لها أنه وصل للي خطف وهو أبو سابع تابع جمعة النائب قالت له طيب هتو هالمش بالسهولة دي إحنا أسرى ما نعرفش هما فين ولا خطف البنت ليه زهراء كانت منهارة قالت لبابها هي حتتصرف وقفلت فوش الزابط سلام وراحت بصرعة عشان تتكلم وتتفاوت هي مع أبو سابع أخدت تليفون بتاع عباس من أبوها وتكلمت مع أبو سابع وقارت له أن هي معها الأوراق وكل الفضايح موجودة وسلمولي بنتي ومش هخرج من البنك وساعتها كان خايف طبعا عشان كده إدى التليفون لجمعة اللي كان سامع كل حاجة وساعتها جمعة قال لها الأوراق اللي عندك دي تبليها وتشربوا ميتها قالت له أهلا يا جوجو المتحرش تحب أقولك كده قالها بص يا زهراء الأوراق اللي معاك دي ما تهمنيش في حاجة بليها وشربوا ميتها وبنتك لو أنا في استيشن بنقولك عليه خلاص مش هتكون موجودة وخافت طبعا وترعبت من الكلام ده لكن أبو سابع كان فرحان طبعا بكلام كمعة وتهديده لزهراء وأنه ماهمش يعني موضوع الوراء وزهراء كمان صدمت لأنه كانت فاهمة إنه هيكون رد فاعله هيكون خوف يعني لكن مخافش وقال لها الوراء اللي معاك ماهمنيش وبنتك هنأزيها عشان كده كانت خايفة جدا مش هارفين هلها تعمل إيه في الحلقة الجاية والفيديو بيخلص وربي كوني لإعجابكم اشتركوا في القناة ونفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل الجيد بنزله واستنوني في باقي حلقات مسلسل اقتحام وباقي المسلسلات كل سنة متطيبين أراكم على حير أحبكم كل شي هواية باي باي